أول خبر معنا النهاردة النهاردة الفجر رئيس السيسي قام بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القومية الكبرى في بداية الجولة تفقد الرئيس المرحلة التانية من محور رود الفرج والممتد من تقاطع الطريق الدائري مع حي الوراق ودى حد منطقة المظلات بحي شبرى على كورنيش النيل بيبلغ طوله حوالي 16 كم وبيتضمن إنشاء خمس كباري وهم النيل الشرقي والنيل الغربي ومنطقة شبرى وتقاطع الدائري وجزيرة الوراق هيكون فيها عشر مخارج ومداخل محور رود الفرج اللي بيعتبر واحد من أطخم المشروعات على الخريطة التنموية للدولة بيتم إنشاؤه وفقا لأعلى المواصفات العالمية بيمثل حقيقة شريان حياة جديدة في مصر ده لأنه الهدف الأساسي من إنشاءه هو تخفيف التكدس المروري بمحافظة القاهرة وضواحيها عن طريق ربط مناطق شمال وشرق القاهرة بمناطق غرب القاهرة ليكون موازي المحور 26 يوليو بطول 600 كم ودمن البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة إلى البحر المتوسط بمدينة الضبع كمان النهار ده الرئيس تفقد المشروع المتحف المصر الكبير اللي بيبلغ معدل العمالة اليومية في حوالي 8000 فرد يوميا وصل لمراحل متقدمة جدا من التنفيذ بتشمل إنشاء أكبر متحف في تاريخ الحضارة الإنسانية وكمان إدارته وتشغيله تبقى للمعايير العالمية وتطوير المنطقة المحيطة به عشان يكون مقصد سياحي وثقافي وتعليمي وترفيه متكامل زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات من الجولة والمتحف هيشمل عرض الميت ألف قطعة أثرية وهيحتوي على العديد من المتاحف الفرعية والمكتبات وفصول الحرف والفنون وقاعات المحاكاة وصالة العرض المؤقت للتبادل الثقافي مع مختلف الحضارات ومركز متكامل للمؤتمرات والساحات الخارجية المتضمنة الحضائق والمناطق الخدمية وموقف كمان للسيارات في نهاية الجولة التفقدية تفقد الرئيس مشروع تطوير هضبة الأهرام اللي الهدف منه تحسين الخدمات لزائري أهرامات الجيزة وتطوير منظومة الإضاءة والتأمين الإلكتروني فيها وده يساعد على استعادة المنطقة الأثرية لرونقها بالشكل اللي يليء بالحضارة المصرية الأديمة وهي تضمن نقل مدخل الهضبة الحالي لطريق ألف يوم أكد كمان الرئيس القائمين على تنفيذ المشروعات دي على ضرورة الانتهاء من الأعمال فيها في التوقيطات الزمنية المحددة طبعا الموضوع ده مهم جدا جدا لأنه منطقة الأهرامات يعني عانت من الإهمال سنوات طويلة ومفيش رقابة ومفيش متابعة ومفيش جهة فكرت أن هي تطور أو تعيد تنظيم أو تقنن الأوضاع أو الوضع بشكل عام في هذه المنطقة فالخطوة دي مهمة جدا جدا أننا نزود من الدور الرقابي لأن ده من أهم المقاصد السياحية في مصر خلينا نتوقف عند جوالات الرئيس ترجمة نانسي قنقر